السلام عليكم و مرحبا بكم في شوام شوات كوزينتنا قبل ما نبدو الفيديو دي اليوم ما تنسوش انكم تشاركوا معي في القناة و كذلك انكم تضغطوا على الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد و فرجة ممتعة بالنسبة القتراح دي اليوم ان شاء الله غادي يكون عبارة على وجبة كاملة غادي نحساجه في طبق الرئيسي غادي نحتاجه دجاج عندي هنا دجاجة من وزن تقريبا ما بين كيلو و 800 جرام مغسولة بالملحة و بالحامض و مسقطرة الليلة كاملة من قبل قطعتها الاجزاء كبيرة كيبقى بطبع الحال على حسب الرابة غادي نحتاجه لحبات ديال البصل اللي غادي تكون منقية كتكون كبيرة في الحجم ديالها و مقطعة مكعبات صغيرة غادي نحتاجه جوج فصوص ديال التومة خمسين جرام ديال زبدة ورق الرند او لا الورقة ديال نموسة تكون هكا كبيرة غادي نحتاجه في التوابل الملحة بزار سكين جبير بالنسبة لسكين جبير تقريبا واحد مع القصغيرة تكون معه مرش او لا نص مع القصغيرة غادي نحتاجه جوج مع القبار ديالها موتاض و غادي نحتاجه واحد شفية ديال خرقوم نسيس محطته شمع التوابل اول حاجة غادي مدوبها غادي نضيروها دجاجة تقلة في الزبدة و نضيفو عليه البصلة والتومة و نضيروه فوق النار مع التحرق مستمر حتى غادي نتغير اللي لنون ديال الجاج و كذلك البصلة واللي شفافة من بعد غادي نضيفو عليها الورق ديال سيناموسة عاد غادي نضيفوه التوابل و نرجعو كل شي دائما فوق النار مع التحرق حتى غادي نتقلة هاد المكونات كاملة من نسوش اننا نضيفوه الخرقوم مع التوابل بطبيعة الحال في الاخير غادي نضيفوه الججل مع الكبار ديال الموتاد و غادي نضيفوه الماء الماء اللي كيكون سخون و نضيفوه الكيمياء اللي كتكون كافية والكي ما نكتروش بزف كيف ما عارفين الدجاج ما كيحتاش مدة ديال طياب طويلة بزف غادي نغطي الكوكوت و غادي نضيفوه فوق النار مهيلة مبع مرة مرة كنطلو عليه بالنسبة للسلطة غادي نحتاج وليها القمح قمدير هنال القمح اللي كيكون بخي كوي اللي كيكون في العلبة كيطيب بسرعة سلقطو في الماء ملح قدي نحتاج بالنسبة لي ادرت كاسونس ديال القمح و بطبيعة الحالي كيبقى لحسب الحاجة قدي نحتاج في الخضر اه 1-4 فلفلة حمرة مقطع مقعبت صغيرة حبا ديال خيار من القيام مقطع مكعبات حبا ديال طماطم من القيام مقطع حتيام وربعات صغيرة علبة ديال الدرا علبة ديال الطون عصير ديال الحامض وشوية ديال ملحا والبزار لحسب الضوء درت القمح في الإناء القمح طبعا تلحال راه مسلوق في الماء مملح صفيتو خليتو حتى برد عاد غدي نضيف اليهاد الخضار كاملة غدي نضيف العلبة ديال الطون كيف ملاحظين خليت فيه شوية ديال الزيت لان ما غنضيرش الزيت كنستعمل الزيت اللي في كيكون في الطون كاتوح نسمى زوينة لصالد إلا ما بغيتوش ممكن ألكم تصفيت الطون ونضيرها يزيد العادية كذلك اضفتو حد ورقات ديال الخص كيف ملاحظين قطعتم طريفات السوعة غدي نضيفهم على هد خضار كاملة درت عصير الحامض الملحا والبزار ما غديش نخلط لصالد غدي غين نغطيها ونضيرها في تلاجة حتى الوقت تقديم عاد غدي نخلطها بالنسبة للحامض إلا ما بغيتوش ديروه ممكن ألكم تديرو الخل يروب الحامض راكي يكون النسمة ديال اللي صالد أحسن بالنسبة للعصير اللي غدي نقدم عندي هنا جو حبات ديال الخيار اللي منقين ومحيدة اللي مزرعة ومقطعين السكار حسب طوقنا استعملت السكار مع الكبار عصير ديال حامضة ونص وعندنا نصات رو ديال الماء غدي نطحنوا ديال مكونات كاملة ونحتفظوا بفتلاجة حتى الوقت تقديم بالنسبة للحامض را غدي بقى عليه لحسب الحجن دياله هنا عندي تقريبا واحد الحامضة اللي هم متوسطين عصير ديال حامضة ونص كما لاحظين معي هنا دجاج بعد ما الطاب غدي نحطوه في الإناء اللي غدي ندخلوه الفران اللي درت فيه بتاطا منقيا ومقطع طريفات بلا ما نسلقها هاكاك خليتها عاد غدا رجعوا كل شي الفراني حطيت عليها طريفات ديال الدجاج وغدي نسقي بالمرق غدي نرشو شوية ديال زعطرة ميبسة وغدي ندخلو كل شي الفران حتى الطيب بتاطا تشرب هاداك المرق ويتحمر الدجاج عاد غدي نحط فوقو وشرائح من هاد الجوب اللي كيكون من السم بالكامون غدي نخليو غيم على الحرارة ديال الفران والسخنية ديال الدجاج غدي ندوم إدان غدي ندير هاد الدجاج كلو في الفران على نار متوسطة حتى الطيب بتحمر بالنسبة للدساء غدي ندير سلطة ديال فواكي بسيطة عندنا فواكي هنا اللي متوفرطة بالحال دائما اللي موجود فواكي موسمية هنا مستعملة خوخ شادية إجاز تفح وحتوية ديالسويلة وكنضيفو حلوريقات ديال الخص كما ملاحظين مقطعين طريفات عكام عهد ليفخوي كي يكلوهم أطفال ديالي بلا ما كيحسو بيهم غدي نحتاجو العصر ديال بورتقال والياغورت للتزين غدي نضيف العصر على هاد الفواكي كما اذكر تقدروا الفواكي اللي متوفر عندكم إلا كان فخاز إلا كان وديف خامبواز الموز حتى وكادلك إلا كان متوفر ممكن أنكم تضيفوه كل واحد كيدير اللي متوفر عنده كنضيفو عصر البرتقال على حساب الكيميري مدارين ديال الفواكي غدي نعمرو الكووس اللي غدي نقدم فيهم هاد هاد ليفخوي كندير شويم الفواكيه كاملة وغدي نضيفو حد شوية ديال عصر البرتقال وغدي نزين بالياغورت يعني أنا مستعملة ياغورت بالنكاة ديال الفاني واللي كان متوفر عندي عاد تديروا أي ياغورت متوفر عندكم إما بالخوخ إما اللي بالنكاة ديال الفخاز يعني الإنسان هادي فكرة وكيبقى كل شيء بطبيعة الحال على حسب المتوفر ولا حسب الدوق من بعد درت حباكا ديال فخونباز أو لاورقة ديال نعنا أو لا اسمتوا الفخاز ديين بطبيعة الحال كيف ما بغيتو عاد نستمر بنفس الطريقة نضيع الكووس هادو ديال الدسير في تلاجة مع السلطة وكذلك العصر حسن الوقت التقديم عاد غدي نخرجون إذا الأطباق ديال اليوم اللي شاركت معاكم هذا وشكل ديال مكيفاش كيكون الصينية ديال الدجاج بعد ما عطبت بطاطا وتحمر الدجاج حطيت هذا الجبن من الفقعي مع الحرارة ديالفران وكذلك سخونية ديالطباق كي يدوب إلا ما كانش متوفر هادنوع ديالجبن وممكن أنكم تستمرو غير جبن عادي غير هو هادل اللي كيكون فيها تكون حبيبات ديال كامون كيعتوه حمس مزوينهم وغيرا في حالة النوع ديالأطباق كنقدموه هو مازال سخون السلطات والعصار كيكونوا باردين نتمنى أن هذه الاقتراحات يكونوا نالوا إعجابكم ودائما ما تنسوش أنكم تشاركوا معايا في القناة شو تفعلوا الجرس بشتروا وتوصلوا بكل ما هو جديد وكذلك تدعموني باللايكات ديالكم وتخليوا لي تتعليق لأنها كان فرح دائما مني كان قراها وبصحة وراحة ترجمة نانسي قنقر